استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عددا من الاختصاصيين المشرفين على التطبيق الخارجي لمساق ختمة المجتمع في الوزارات والمؤسسات المتعاونة مع الوزارة يرافقهم عدد من طلبة المرحلة الثانوية المتميزين في هذا المساق شارك 9145 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية في التطبيق الخارجي لمساق خدمة المجتمع خلال العام الدراسي الماضي حيث أتم 84780 ساعة تدريبية في 160 من مؤسسات المجتمع الرسمية وبهذه المناسبة أثنى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على الجهود التي يبدلها اختصاصي خدمة المجتمع في إعداد الطلبة لتنفيذ متطلبات تطبيق هذا المساق داخل المدرسة وخارجها ومتابعة الطلبة ميدانية خلال فترة تدريبهم في المؤسسات المتعاونة وتقييم أدائهم وتوثيق إنجازاتهم مشيدا بما قدمه الطلبة من نماذج مشرفة من خلال تفانيهم والتزامهم بتدية واجبهم في خدمة المجتمع ومؤكدا حرص الوزارة على الاستمرار في تطبيق هذا المساق كانت تجربة جدا حلوة ومميزة وأضافت لي العديد من الجوانب غير أنها عززت فيني تجسيدي حق الانتماء والمواطنة أكثر يعني لما كنت أروح كنت أحسني لبصمة في المجتمع لبصمة أحاول قد ما أقدر أرفع اسم مواطني ومملكتي رغم سني لأن السن مو عائق عشان الإنسان يعبر عن حبه للوطن من الأشياء اللي نمتهم فيني بعد أكثر المشاركة في خدمة المجتمع في المؤسسة الخارجية كانت حس المسؤولية فالطالب لما يتوجه ويعمل في مؤسسة خارجية يشعر كأنه موظف ويقدم أحسن معنده تجربة رائعة جدا بنسبة حقي وجديدة أضافت لي أشياء كثيرة قدرت أتعرف فيها على العالم الخارجي أكثر احتكت بالمؤسسين بالمدراء خلتني أتعرف أكثر على الجانب المهني شلون أقدر أتخصص حقي الجامعة حتى هاي المساق مشروع ناجح بكل المقايص من كل النواحي قدر يستثمر الطاقات الشبابية يدفعهم إلى عمل الخير عمل التطوعي وعلى جانب شخصيتي اللي استفاد قدر يبقى بنا شخصيتي ثقة بنفسي وحيعا الحمد لله قدرت أن أبذل شيء إنجاز حقي البحرين تعلمت فيها كثير من الأشياء طبعا شلون بيئة العمل في البحرين وشلون موظف البحرين يخدم في بلده ومؤسسة حكومية طبعا في طانو الخليج تعلمت أشياء وايد نثق بالنفس كفيه التعامل مع الموظفين أو الزملاء في هيئة العمل والبيئة العملية وأشار الوزير إلى أن هذا المساق يساهم في ترسيخ قيم المواطنة وتنمية التطور الشخصي للطالب وتعزيز قيم التطوع وذلك من خلال البرامج والأنشطة التي ينفذها الطلبة خلال فترة تدريبهم والتي يكتسبون من خلالها مجموعة من المهارات والقدرات في مجال التواصل الاجتماعي حيث استلمت الوزارة العديد من رسائل الشكر من المؤسسات المتعاونة تشيد خلالها بإعداء الطلبة الذين التحقوا بها وجها الوزير شكره وتقديره لتلك المؤسسات لتعاونها مع الوزارة من خلال إتاحة الفرصة للطلبة للتدريب وتقديم العون والمساعدة لهم أنا من خلال شغلة كاختصاصية خدمة مجتمع مدرسة الرفوع الغربي لاحظت وجود الكثير من التغييرات في شخصيات الطلبة منها له زيادة الثقة بالنفس نمع عندهم حب العمل الخيري وعمل التطوعي صار عندهم هدف أن نحن لازم نكون سبب في تطوير البحرين ورفع اسمها فوق من خلال الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية خدمة المجتمع أيضا تحث الطلاب على التعاون فيما بينهم وخدمة المجتمع وطبعا الحفاظ على الممتلكات العامة من ضمنها داخل المدرسة أعمال قموم فيها بشكل تطوعي وفيها أعمال خارج المدرسة الجدير بالذكر أن الوزارة بدأت في إدراج مساق خدمة المجتمع في المرحلة الثانوية منذ العام 2004-2005 حيث يعتبر متطلبا أساسيا من متطلبات التخرج من هذه المرحلة وهو مساق تطبيقي إثرائي ينقسم إلى مرحلتين داخل وخارج البيئة المدرسية بواقع ثافين ساعة دراسية لكل مرحلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر